جزئية خاصة بمحمد عبد المنعم محمد عبد المنعم نزل ستوري كده على إيستجرام إنه هو بيشكر جمهور الأهلي بيقولهم شكرا على كل شيء وإن دعمكم لي وحبكم لي وكل الكلام ده أنا مقدره جدا وشكرا على كل شيء فطبعا في بعض الناس أخذت الكلام ده يا جماعة محمد عبد المنعم بيودع جمهور الأهلي محمد عبد المنعم ماشي فتحرنا الدقة وسألنا وتقصينا ونخورنا وشوفنا وسألنا ومصادر موثوق فيها جماعة ولا فيه أي حاجة ولا محمد ماشي ممكن يمشي آه بس الفيديو ده ملوش أي علاقة بالمشان هو لقى ريل حلو معموله من الجمهور فرح حطه بيشكر بين ناس بيشكر بين جمهور لا بقى عشان هو ماشي ده فيه ناس قلت لك ده رايح فرنسا ولا ده تركيا لا ده السنغال لا ده رايح الدنمارك ده مضى خلاص مش عارف أين دهوفن الهولندي ولا فيه أي حاجة في أي حاجة إلا أنه الراجل لقى فيديو حلو معمول من جمهور الأهلي فقال يشكر الجمهور بس ميفيش أكتر من كده ولا أي حاجة زياد من كده أما بقى القديم بيقول أن محمد عبد المنعم عايز يسافر أه عايز يسافر بقي لسه في عقده آه بقي لسه في عقده الأهلي عايز يبقي عليه وقال له نجدد لك عقدك ونمدد لك عقدك ونزود لك عقدك آه ده حصل وتمام ومحمد شايف أنه لأ أنا عايز أسافر وعايز أحترف وعندي طموحات كبيرة ولو عدت في مصر ما فيش عندي غير الأهلي ده كله أديم طب الجديد إيه بقى ما احنا قلنا ما نجيش بقدنا فاضية برضو طالما جبنا لكم التفاصيل بتاعت الستوري وفيديو جب لكم كم حاجة جديدة الجديد بيقول أن في مطش دوري أو نهائي دوري يا أبطال أفريقيا قدام التراجي كان فيه اتنين من شركة تسويق بيتابعوا محمد عبد المنعم عشان نادي إيه الكتب خيبة ما أقول لكمش معلومة تكون مش مظبوطة ولا دقيقة ما نعرفش عشان نادي إيه المعلومة اللي عندنا حتى الآن بس هننخور احنا عندنا بقى اتنين بص مواتير مش في السكستين فالف في الثمانية وخمسين فالف الأستاذ عبد الحكيمة أبو عالم والأستاذ الرهام حمدي فعند تقلال ساعات قليلة جدا هتلاقي عندك كل الأخبار الموثوق فيها يعني فيما يخص موضوع محمد عبد المنعم زي ما هم كانوا يسبقين في ده قبل كده ولكن حتى الآن كان فيه اتنين من يعني اتنين سكاوت اتنين من فرق او الكشفين الخاص الاثنين دول يتبعوا وينتموا إلى إحدى شركات التسويق الكبرى في أوروبا كانوا بيتابعوا محمد عبد المنعم من أرض الملعب في نهاي دوري أبطال أفريقيا قدام التراجي تحسبا لانتقاله الموسم اللي جاي إلى أحد الأندية في أوروبا النادي إيه؟ ما فيش لسه أي حاجة رسمية راحت للنادي الأهلي حتى هذه اللحظة أنا بكلم فيها مع حضرككم فالفيديو ما لوش إعلقة بالنتقال محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم ما فيش أي جديد فيه احترافه حتى هذه اللحظة غير أن فيه متابعة من أرض الملعب بيجريها فريق كشفين تابعين لإحدى شركات التسويق الأوروبية الكبرى لتحضير عقد من إحدى الأندية الأوروبية للنادي الأهلي خلال الأيام والأسابيع المقبلة ولكن حتى الآن لم يتم تحديد هذا النادي وحتى الآن لم يتم تقديم أي عرض رسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي لما يتم تقديم